رضا المواطن مهمة قوي قوي ورضا المواطن ده من ضمن السعادة اللي بتبقى في أي بلد إن المواطن يبقى راضي عن الخدمة اللي بتتقدم له يا رب بكل أمانة بكل أمانة والله يا رب يكون رضا المواطن في ظل الأوضاع العالمية مش المصرية بس الأوضاع العالمية اللي احنا بنمر بيها وطبعاً الوضع في مصر برضو لازم رضا المواطن ده شيء يعني استيعابه احتضانه يعني نحاول بقد إمكان نخش في دايرة الرضا المتبادل عارفين زي موضوع بتاع التأمين الصحي الشامل الجديد اللي بيتطبق من دمن مميزات التأمين الصحي اللي بيطبق دقاً بستة محافظات كان سيدة الرئيس بتكلم عليه وكان سيدة وزير الصحة بتكلم عليه إنه فيه هيئة كده جوه أو مؤسسة كده جوه أو اهتمام كده جوه اسمه مؤسسة أو إدارة رضا المنتفعين خلي بقى حضرتكم إدارة رضا المنتفعين يعني هذه الإدارة المريض ربنا بعد أن أحضركم الأمراض كلها ويساعدكم دايماً ويجعلكم في صحة وسعادة المريض ما بيبقى جوه المستشفى إدارة رضا المنتفعين بتروح تسأله إنت راضي عن الخدمة اللي بتقدمها لك إنت راضي وعلى فكرة لو قال أنا مش راضي بيشوفوه إيه المشكلة بتاعته أنا والله العظيم ما بقول كلام آآ فانتازيا هذا الأمر يحدث في مصر يحدث في إسماعيلية يحدث في بورسعيد لا يحدث في بورسعيد يحدث في إسماعيلية يحدث في الأكسر يحدث في جنوب سيناء أنا بكلم حدوك على أربع محافظات اللي هذا الأمر يطبق فعليا دلوقت حاجة عظمة أنا بقول لحاداتكم لو كل حلقة أقدر أتكلم على الموضوع بتاقي التأمين الصحي الشامل ده الحقيقة والدكتور السبك والناس اللي معاه على راسنا حاجة كده اللي يعني زي ما على رأي الأستاذ عبلها كابل كده تقول لك القلب بيرفرف كده أنا بيشوفوا الحاجة والله العظيم زي بقول لحاداتكم كده ولما تزوروا أو بلاش تزوروا وانتوا من أهل هذه المحافظات هتلحظوا جدا احترام البني آدم أو احترام الصحة وزارة الصحة للبني آدم في هذا الإطار والمريض المريض بيلقى كل عناية فنفس الإطار أعمله في وزارة التموين ونداء للدكتور علم سلحي يا دكتور اعمل حاجة اسمها زي إدارة الرضا المنتفعين كده إدارة الرضا المستهلكين المستفدين ها المستفدين من الدعم المستفدين من بطاقة التموين لي لأ دكتور لي لأ ما هو المواطن آه لا احنا مش هنيقدر لأن المواطن هيقدر عمال لي يكلمنا على مشاكله بتاع أحتضنه وهو أمتكلمنا على مشاكل أنا برضو تعالى ايه مشكلتك واحد اتنين ثلاثة أوضح له واحد اتنين ثلاثة برضو وضح له يا فندم فيه غالة هنا فيه بتاع هنا فيه غالة دا ليه ليه دا غالي ليه دا كزا ليه دا كزا ليه ده كذا أنا مش حايدة أسيبه في المطلق لا أحتضنه أنا ما حوار حتى لو الحوار ده هو بيشتري دي اللي أنا أقصده يا دكتور علي وهو بيشتري من جوة الشادر من جوة التجمعات التجارية اللي معمولها دلوقتي فيكون في واحد موجود أو اتنين موجودين أو تلاتة موجودين يكونوا كده بيرقبوا المسألة لما يلاقوا فيه يعني مواطن مش راضي عن الحاجة اللي بيشتريها تقرب له حددك إيه اللي بدايئك الحوار حلو الحوار حلو ولما أنا تحاور مع المستهلك أو المواطن والله بتفري كتير فأتمنى أن هذا الأمر يكون محل بحث جوة وزارة التموين في هذا الإطار